طيب يا سيد علي اقر قانون الانتخابات العراقية في نهايات العام الماضي يعني اتحدث قبل عشرة شهور تقريبا تسع واربعون مادة تمت الموافقة على الهدف منها وعلى صياغاتها وعلى قانونيتها وعلى 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 الا المادة الخامسة عشرة وهي مختصة بتقسيمة الدائرة شكل الدائرة الانتخابية حتى اللحظة مرت عشرة شهور ولم يحدث اتفاق عليها هل ذلك خشية على مصلحة العراق هل ذلك خشية على مطالب المتظاهرين من ارادوا تغيير الوجوه القديمة ام ذلك تشبثا بمصالح تم اكتسابها ويخشى من عدم الحفاظ عليها نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبين استعين تحية لك استاذ محمد والضيفة الكريمة والمشاهدين الاحزاء بالحقيقة تم التصويت على القانون قبل عشرة شهور تحت ضغط الشارع وتصاعد مطالب الحراك المتني والمتظاهرين يعني لم يأتي حتى قسم من القوى السياسية الذي صوتوا على القانون آنذاك اليوم تراجعوا عن موقفهم بعد ان هدأ الشارع والقانون تم التصويت عليه في مجلس النواب دون مشاركة كتلتين اساسيتين يعني المكون السني الكريم والمكون الكردي لم يشاركوا في التصويت وفي جلس التصويت على هذا القانون القانون فيه ثغرات كثيرة ولكن الاختلاف حول المادة الخامسة عشر مسألة الدوائر يعني من غير معقول ان نكون من عراق دائرة واحدة نقفز الى حوالي 240 دائرة على مستوى الاقضية فلهذا يعني مفوضية انتخابات جديدة وهذا التعدد بالدوائر هل يأتي ببرلمان افضل بمجلس نواب افضل نحن نعتقد لا لا يأتي بافضل لماذا؟ لأن هناك ثغرات كثيرة والمال السياسي سوف يلعب دورا كبيرا حكس ما يدعى بانه يقضي على ويأتي ببرلمان غير منسجم حاليا نحن نملك احزاب وكتل سياسية ما بين ما يقارب عشرين كتلة سياسية وتشكيل الحكومة يستغرق احيانا اكثر من عام اي ربع عمر الحكومة ينقضي بدون توافق على تشكيل الحكومة وايضا القرارات بصعوبة يتم التصويت عليها فكيف اذا اتوا اناس من مشارب وخلفيات مختلفة وايضا مسألة التحصيل الدراسي سوف يهبط من مستوى البرلمان ايضا بعد ان كان البكالوريوس والحد الادنى حاليا اصبح شهادة الابتدائية ايضا نعم نحن امام معضلة كبيرة جدا وليس مسألة الاستجابة لمبالب المتواجدين ولكن اسمح لي يا سيد علي بالمقاطعة بالتأكيد كما تفضلت التحول المفاجئ من دائرة واحدة انتخابية لكل محافظة عراقية الى تعددية اكثر من 240 دائرة انتخابية بالتأكيد ربما سيظهر المال السياسي طبعا بالتأكيد سيظهر الرشوة السياسية الانتخابية طبعا لكن العكس ربما يا سيد علي سيبقي على نفس الوجوه سيبقي على نفس القوائم سيبقي على نفس الزعامات من خرج عليها الشارع قبل عام استاذ محمد انا اؤكد لك يعني الوجوه هذه ان شاءت تأتي الى البرلمان بشكل اخر فانا اؤكد يعني مسألة ليس فقط مشكلة هذه الوجوه ايضا هناك اصوات كثيرة سوف لا يحق لها التصويت يعني الاقليات في المدن الكبيرة لا تستطيع يعني اصواتها تضيع بين هذه الزحمة اه كذلك المناطق العشوائية المناطق المتنازع عليها بين الاقليم والحكومة الاتحادية المختربين كل هذه المشاكل كل هذه الاصوات سوف اه لا يكون لها حق المشاركة او تضيع هذه الاصوات فلهذا اه كان من المفترض يعني اه تشكل لجنة من وزارة الداخلية هناك اه مناطق متداخلة ليس محسومة اداريا لحد الان اه المناطق المتنازع عليها كما اسلفت اه كان من المفترض تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والموفضية العليا الانتخابات وايضا اه من اه البرلمانيين لدراسة جميع الجوانب جوانب هذا القانون قبل التصويت عليه يعني هناك احزاب سياسية كما استفصوتت على القانون تحت وطأة الشارع واليوم تراجعت بعد ان اكتشف بان هناك ثغرات كبيرة يعني على مستوى اه ممكن منطقة صغيرة تستطيع ان توصل شخص الى البرلمان عشيرة ان تستطيع ان توصل وجه من العشائر الى البرلمان يعني فلهذا هناك ثغرات كبيرة اه في هذا القانون يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار نحن نحاول ان نأتي بمجلس نواب افضل يكون اقرب الى الشارع وليس اه يعني فقط تغيير القانون هو الهدف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر